اشتركوا في القناة بينهم طفلان سقطوا في بلدة مرخزة والاخران طبيبان استهدفتهم طائرة مسيرة حوثية اثناء تواجدهما داخل سيارة الاسعاف شمال غرب موديلية قاطبة وسببت الضربة اضرارا كبيرة في السيارة نهيك عن اعطاب عدد من المركبات العسكرية في حجة اقدم عنصر حوثي على قتل والده في موديلية بني قيس في تزايد اللافت لجرائم العنف والقتل الاسري بواسطة حوثيين ومتحوثين وعناصر عائدة من جبهات ودورات الميليشيات وبحسب مصادر محلية اطلق الشاب احمد محمد حسن مساء الاحد وابل من الرصاص من سلاحه الناري نحو صدر والده وارده قتيلا في منطقة بني هفج بمدرية بني قيس واضفت المعلومات ان الجاني لم يكتفي بقتل ابيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجنتته وفي تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يوصل الجيش الروسي قصف شرق اوكرانيا بهدف التقدم في خطته لسيطرة على كامل منطقة دنباسا لسيما بعد استيلائه على مدينة ليستشانيسك الاستراتيجية كما فتح الباب امام روسيا لتهديد مدينتي سروفيانيسك وكراماتوريسك الرئيستين في دنباسا وتشكل سروفيانيسك قاعدة لقوات الدفاع الاوكرانية في المنطقة وكان الجيش الاوكراني اعلن الاحد انسحاب جنوده من ليستشانيسك المدينة الرئيسة شرقا التي واجهت هجوما عنيفا من قبل القوات الروسية منذ اسابيع عدة موضحا ان قراره هذا اتى حفاظا على ارواح المدفعين الاوكرانيين في السياق اعلنت الدفاع الروسي ان قوتها توصل تكبيد الجيش الاوكراني خسائر جسيمة وان دفاعاتها الجوية اسقطت طائرة اوكرانية فوق دونيتسك وثمانم سيارات في مناطق المتفرقة خلال يوم وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي ان القوات الروسية باسلحة عالية الدقة نقاط تمركز مؤقتة القوات الاوكرانية في مدينة خاركوفا ذكر كوناشينكوف ان القوات الروسية دمرت سبعة مواقع قيادة ومستودعين اوكرانيين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في اراضي دونيتسك وبطارية من رجمات الصواريخ جراد اضافة الى قوات ومعدة عسكرية في 16 منطقة القى وزير الخارجية الروسي سارجي لافروف الاثنين باللوم على الرئيس الاوكراني فلودمير زلانسكي في تعطر تصدير الحبوب من البلاد متهما اياه برفض فك الالغام من الموانئ الاوكرانية بينما تؤكد موسكو تعاونها لاجل تخفيف ازمة الغذاء في العالم واضاف لافروف خلال المتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا ان هناك محاولات من اجل استحداث آرية جديدة لنقل الحبوب لكن يجب ان لا يسيطر عليها حلف الناتو وتعطلت صادرات اوكرانيا من الحبوب بشكل كبير اثنى سيطرة روسيا على موانئن في جنوب البلاد بعد اطلاق عملية عسكرية الواسعة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي في غضل ذلك سيحاول مؤتمر في روغانو بسويسرا يومي الاثنين والثلاثاء رسم معالب اعادة بناء اوكرانيا مستقبلا في وقت تستمر فيه روسيا في شن حربها في هذا البلد منذ اكثر من اربعة اشهر واظهرت وثيقة اطلعت عليها الويترز ان بنك الاستثمار الاوروبي الذراع المعانية بالاقراض في الاتحاد الاوروبي يقترح هيكل تمويل جرى استخدامه من قبل خلال جائحة كوفيداينتين للمساعدة في اعادة اعمار اوكرانيا باستثمارة تصل الى 100 مليار يورو اي 104.3 مليار دولار في صورة منح وقروض وضمانات قالت الشرطة الدنماركية اليوم الاثنين ان المسلح الذي اطلق النار داخل مركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن تصرف بمفرده على الارجح واختار ضحاياه بشكل عشوائي وقال كبير مفاتي شرطة كوبنهاجن سورين توماسون ان المحاققين لا يعتقدون ان الهجوم الذي وقع الاحد في مركز فيلز التجاري بالعاصمة الدنماركية له علاقة بالارهاب واضف ان ثلاثة اشخاص قتلوا في الهجوم دنماركيان ومواطن روسي واصيب اربعة اخرون حيث تم ناقل دنماركيين وسويديين الى مستشفى لاصابتهم بجروح البلغة مشيرا الى ان حالتهم حرجة ولكن مستقرة كشفت الرئاسة الفرنسية الاثنين عن تشكيلة حكومة اليزابيث بورن الجديدة التي تم تعديلها في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة التي خسر فيها الرئيس ايمانويل ماكرون الاغلبية المطلقة بالبرلمان وركز هذا التعديل على مبدأ التكافؤ التوازن السياسي وقضية دميان عباد لتنطلق اخيرا العهدى الثانية للرئيس ماكرون وفي هذا الاطار تم تعيين اوليفي فيران متحدثا باسم الحكومة فيما تسلم كريستوف بيتشو حقيبة التحول البيئي وعادت مارلين شابا الى الحكومة وترك عباد الحكومة ليحل محله جان كريستوف كومب في وزارة التضامن الى ذلك صعدت ايران والميليشيات التابعة لها عاملية التهريم منذ سنوات مستهدفة بلدان العالم العربية ما تسبب بالكثير من الضراب فالمخدرات اضرت بالعديد من مواطني تلك الدول فيما حصل المهربون ومن ورائهم على مليارات الدولارات كما تمكنت ايران من ايصال اسلحة الى ميليشياتها في المنطقة بمن فيها الحثيون في اليمن في المقابل صعد الاسطول الخامس الامريكي والقوى المشتركة من دوريته خلال 2021 والنصف الاول من 2022 ووجد ان تلك المساعي تؤتي ثمارها فقد تمكنت تلك القوات من وقف عدة شحنات اسلحة ومنعت وصول كمية كبيرة من المخدرات الى شواطئ اليمن في امل الله